احتجاجاً على عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم يواصل المعلمون في محافظة أبيان إضرابهم عن التعليم للشهر الثاني على التوالي كخيار يرى فيه البعض منهم أنه آخر الوسائل الممكنة للمطالبة بحقوقهم في ظل ترد الوضع الاقتصادي مع وصول الكثير منهم إلى تحت خط الفقر طبعاً الأضراب هو وسيلة وليس غاية في حالة أن الحكومة تستقيب وتقدم ما وعدت به المعلمين طبعاً كل الناس بتعود إلى مدارسها وإلى صفوفها وإلى طلابها ونحن نأمل ذلك إن شاء الله في الغريب العالم تفاقم الإشكالية وعدم الإسراع في إيجاد معالجات لها اعتبره المعلمون سياسة مجحفة ستأخذ ما تبقى من العملية التعليمية إلى منعطف يزيد من هشاشتها حيث يشهد قطاع التعليم انهياراً بسبب الفوضى التي تضاعفت منذ بداية الإنقلاب واندلاع الحرب في البلاد وهي أسباب شكلت عائقاً أمام عودة مستوى التعليم إلى ما كان عليه حتى في المحافظات المحررة عملية الإضراب يكون إنعكاسها سلبي على الطلاب يعني بتزيد الأمية على الأمية فلذلك أنا أرى كمواطن من الأخوة المعلمين بأنهم يفتحوا الإضراب ويستمروا في تدريس أبنائنا لأن هؤلاء في الأخير هم أبنائنا وأمرهم يهمنا وأيضاً هؤلاء المعلمين زملائنا وأبنائنا وأمرهم أيضاً بالمقابل يهمنا لكن عندما نجي نقول إضراب مفتوح يعني نحن جنين على الطالب بين قرار نقابة المعلمين واعتزامها مواصلة تعطيل الدراسة حتى يتم الاستجابة لمطالبها ووجهة نظر الأهالي المناهضة لفكرة توقف العملية التعليمية تبقى المدارس مغلقة إلى حين تستيهيب الحكومة وهي طريقة للضغط عليها لتنفيذ مطالب المدرسين خصوصاً والعام الدراسي لم يتبقى على نهايته سوى شهر واحد استمرار عملية الإضراب وتعطيل الدراسة في جميع المدارس هنا في محافظة أبيان يراه المعلمون حقاً كفله لهم القانون للمطالبة بحقوقهم المشروعة حتى وإن لم تستجب لها الحكومة حتى الآن لكن المواطنين يرون أن تعطيل الدراسة أثر بشكل واضح على الطلاب خصوصاً والعملية التعليمية في محافظة أبيان تشهد تردياً واضحاً منذ سنوات لطفي إبراهيم قناة بلقيس أبيان